السلام عليكم شاب عراقي عاشا يوم أمس موقفا صعبا أدى أيضا إلى تدخل الشرطة وإخلاء قطار بالكامل الأمر كان هو سوء فهم لأنه استعمل الترجمة الفورية التي توجد بالهاتف بشكل خاطئ على ما يبدو لذلك لا تتقو مئة بالمئة بترجمة الانترنت أو بترجمة الهاتف أصدقائي ولا تستعملوها كثيرا لأنها ممكن أن تسبب لكم مشاكل بدل أن تكون مساعدة لكم ماذا حصل؟ الواقعة حصلت بولاية بايرن قطار يربط بين مدينة نورنبيرغ ومدينة هوف هذا القطار يتكون من عربات متنوعة عربة سوف تتوجه إلى مدينة هوف وعربة سوف تتوجه إلى مدينة أخرى أصدقائي والشاب العراقي كان داخل القطار فأحب أن يستفسر كي يعرف هل هو بالعربة الصحيحة التي سوف تقله إلى وجهته بالفعل أخذ هاتفه وكتب بالعربية بالترجمة يعني أي عربة هي العربة التي سوف تذهب أو أين سوف يتم تفرقة القطار كانت هناك راكبة ألمانية ذهب عندها وعندما كتبت ترجمة أعطاها هاتفة قال لها أرجوكي اقرأي ما كتبت فقرأت المسكة الهاتف والترجمة كانت خاطئة بالكامل الترجمة ترجمت له بأن القطار به متفجرات انصدمت الفتاة وتوجهت قالت له سوف أذهب إلى الحمام ذهبت بسرعة وبحثت على موظفي القطار وأخبرتهم بالأمر اتصلوا بالشرطة تم توقف القطار تم إخلاء القطار الذي كان به تمانون راكبا جاءت الكلاب التي تبحثت المتخصصة بالبحث عن المتفجرات بطبيعة الحال لم يجد شيئا لكن ألقي القبض في البداية على الشاب العراقي 36 سنة وتمت التحقيقات معه لكن تبين بأنه فقط حصل خطأ بالترجمة وتم إطلاق صراحه بطبيعة الحال وقالوا بالصحافة بأنه ممكن الخطأ جاء أيضا لأنه لقالوا بأنه عند لهجة كردية من هذا البنبر تحية إلى جميع الأحب العراقيين تحية إذا كانوا عرب أو كانوا كرد تحية أيضا لجميع المتابعين الكرام من جميع القوميات المهم أصدقائي يعتقد بأنه من إقليم كردستان العراق ولا يتقن اللغة العربية بشكل كبير وعندما كان يكتب بالعربية ممكن كتب بعض كلمة أو كلمتين بالخطأ فلذلك تمت الترجمة بالخطأ لكن من خلال خبرتي بأنه أيضا الترجمة حتى لو كتب الواحد كلاما يعني بدون أخطأ بالعربية مرات الترجمة تترجم بأخطأ وهذا أيضا كان يحصل معي أيضا بالعمل خصوصا عندما كان يأتينا بالعمل يعني اللاجئين الأوكرانيين وكنت مثلا أترجم بعض الكلمات وبعض التوضيحات وبعض الاستفسارات التي كانوا يستفسرونها كانوا أيضا يترجمون لي فأنا كنت أقرأ الترجمة التي كانوا يترجمون لي كانت أيضا كنت لا أفهم نصها لا أفهم أو أنا الأشياء التي كنت أكتبها ويعني أعطيها لهم كانوا أيضا نص الكلام لا يفهمون فالترجمات الموجودة حاليا عبر الإنترنت هي لا تستوعب كثيرا بعض الكلمات أو لا تستوعب بعض المعاني ويمكن أن تخطئ لذلك لا تعتمد عليها بشكل كبير الحمد لله سلامات سلامات الشاب العراقي يعني فقط تم إيقافه لبعض ساعات حققوا معه وعرفوا بأنه يعني حصل فقط سوء فهم لكن هذا الموقف سوف يرافقه طول حياته وسوف يرافق أيضا الركاب لأنه يعني سوء فهم مستشار ألمانيا أولف شولتس تكلم يوم أمس كلاما حقيقيا وكلاما صريحا وقال بأنه يتمنى ويرغب بأنه الحد الأدنى للأجور في ألمانيا يعني أقل شيء يكسبه الشخص بالساعة هو 15 يورو وطلب من اللجنة المكلفة التي تقرر كم يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور لأن الحكومة الألمانية ليست هي من تقرر الحد الأدنى للأجور هذا الأمر تقرره لجنة مستقلة وهذه اللجنة المستقلة تتكون من النقابات ومن أرباب العمل لكن هذه اللجنة أقرت فقط بأنه بالعام المقبل سوف يعني 2025 سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو 82 سنة فقط حاليا الحد الأدنى للأجور يعني أقل مرتب يحصل عليه الشخص في ألمانيا هو 12 يورو 41 بطبيعة الحالة الناس الذين عملوا أوس بيلدونغ الناس الذين درسوا بالجامعة أو الناس الذين عندهم خبرة مهنية الناس الذين عندهم فيتابيلدونغ الناس الذين عندهم أمشولونغ الناس الذين عندهم سرتيفيكات عندهم شهادات بالفعل فهم يحصلون على مرتبات أكتر لكن هناك شركات خصوصا أيضا شركات لايفيرما أو شركات سايت أربايت إلى آخر فما زالت توظف بمرتب 12 يورو 41 وهي قليلة للغاية المهم مستشار ألمانيا قال بأنه يتمنى بأن اللجنة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 14 يورو بالبداية وبعد ذلك ترفعه إلى 15 يورو هذا ما يرغب به مستشار ألمانيا وهو لا يستطيع أن يطبقه المهم هو صرح بهذا التصريح وصرح ما بداخله هذا التصريح أغضب جدا أرباب العمل يعني أصحاب العمل ورؤساء الشركات غاضبين من هذا التصريح وأغضب أيضا حزب C.D.O أيضا يرفض هذا التصريح وحزب C.D.O وأيضا أصحاب العمل قالوا على مستشار ألمانيا ألا يتدخل بأمور اللجنة فهناك لجنة هي من تقرر الحد الأدنى للأجور يعني مستشار ألمانيا يتمنى بأن يصبح الحد الأدنى للأجور 15 يورو للساعة لكن أصحاب العمل مع حزب C.D.O يرفضون بأن أحد يتدخل في اللجنة وأن اللجنة هي من تقرر قررت 12 يورو 81 قررت 13 يورو قررت 14 يورو هي من تقرر والسياسيون لا يتدخلون بعملها فخيد غيشماتس رئيس حزب C.D.O يحلم أن يصبح مستشار ألمانيا وكي يتحقق له هذا الحلم فيجب أن يتم ترشيحه لهذا المنصب كي يدخل به بالانتخابات التي سوف تجرى السنة المقبلة في خريف 2025 ويتم ترشيحه من عند حزب C.D.O ومن عند حزب C.S.O حزب C.S.O هو الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بايرن ورئيسه هو ماركوس زودا وحزب C.D.O هو الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يوجد تقريبا بخمسة عشر ولاية ألمانية ولا يتواجد فقط في بايرن ورئيسه هو أيضا فخيد غيشماتس فخيد غيشماتس يرغب بالحصول على الترشيح كي يحصل على الترشيح يجب أن يقبل ماركوس زودا ماركوس زودا أيضا يرغب ويحلم بأن يصبح مستشار ألمانيا خصوصا أنه بالانتخابات السابقة لم يتم ترشيحه لأنه في ذاك الوقت تم ترشيح أغمين لاشت وهو أحس بالحزن والآن يتمنى أن يتم ترشيحه لكن الأمر صعب جدا مع فخيد غيشماتس فخيد غيشماتس قالوا بأنه يمكن أن يقترح عليه الآن شيء آخر ففخيد غيشماتس سيقول له يعني قالوا نشره بالصحافة بأنه هناك إشاعة تقول بأنه فخيد غيشماتس سوف يعرضه على ماركوس زودا بأن يتخلى على حلم أن يصبح مستشار ألمانيا وأن يعني يرشح فخيد غيشماتس وفخيد غيشماتس عندما يصبح مستشار ألمانيا سوف يسعى على أن يصبح ماركوس زودا هو رئيس ألمانيا رئيس ألمانيا حاليا هو فخانك فالتاشتاين مايا لكن فخانك فالتاشتاين مايا يعني هذه هي ولايته الثانية كرئيس ألمانيا سوف تنتهي بعام 2027 فقال له أنه يعني بـ 2027 سوف يتم ترشيحك لمنصب رئيس ألمانيا وبذلك تكون قد يعني لم تصبح مستشارا لألمانيا لكن على الأقل ستصبح رئيسا لألمانيا حاليا لا يعرف هل هذا العرض سوف يقبل به ماركوس زودا هناك من يقول أنه أيضا عرض مغري لكن لا توجد ضمانات بأنه فعلا ماركوس زودا يمكن أن يصبح رئيسا لألمانيا في 2027 لأنه انتخاب رئيس ألمانيا يجب أن يشمل جميع الأحزاب السياسية التي توجد بالبرلمان أيضا إذا ممثلين من مجموعة كبيرة من الولايات الألمانية أيضا ممثلين من مجموعة من البلديات أيضا فنانين رصامين فهل سوف يحصل ماركوس زودا على أصوات أيضا من أحزاب أخرى خصوصا أنه في آخر فترة يدخل كثيرا في مناوشات مع حزب الغضر فلذلك هذه أيضا من الأمور التي تنشر والتي تجعل فخيد غيش ماتس يحاول إبعاد ماركوس زودا من منصب المستشارية أو التفكير بمنصب المستشارية ويقول له خليني أنا أدخل للانتخابات ضد أولاف شولتس وأنت سوف أساعدك كي تصبح رئيسا لألمانيا منصب رئيس ألمانيا هو منصب جميل لكنه منصب رمزي فهو ممثل للبلاد ولا يستطيع أن يقرق قوانين تشريعية إلى آخره كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء